بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات المرحلة الثانوية العامة مرحبا بكم على قناة مستر روسف عزة لشرح تبسيط قواعد اللغة الانجيزية وحل أيضا التدريبات المختلفة على المنهة بتاعك إن شاء الله في المرحلة الثانوية العامة كاملة بإذن الله كمان شباب معانا على نفس القناة تعيدنا قناة مستر روسف عزة الصف الثالث الإعدادي أما بالنسبة لطلبتنا وولدنا في المرحلة الابتدائية والصف الأول والتاني الإعدادي فاحنا عندنا قناة تانية اسمها قناة انجليزي إبتدائي أندي إعدادي إن شاء الله النهار شباب اللقاءنا مع طالبات وطالبات الصف الثالث السنة مستمر مع كتاب جيم عامي 23 الـ 11 الدرس الاته 4 إن شاء الله النهار شباب نشتغل على الانجليز السفاعدتها وطالبات الجرامر والقاعدة اللي جاية في الجزء ده من الوحدة وهي قاعدة أو ما يعرض باسم العداد في الماضي على البركة تلاقي شباب التالي ببدأ أنها تبدأ من صفحة 194 بسم الله الرحمن الرحيم مرة كمان ونقول أول جملة بلك فيها ذا سوفا سوفا اللي هي الكنبة ما اللي هيسير لجاء الفراغ في حجرة المعيشة دلوقتي موضوع في حجرة النور طيب يبقى ده معنى أنها كانت بتتحطي في المكان ده وخلاص غيره طب نقول هل بي ود بي ولا يوز تو بي ولا ووز بي ولا هاد بين بص يا سيدي هو كده بتكلم عن عادة في الماضي تغييرت في الحاجر تمام كده جميل لما انت عايز الصياغة يوز تو الله ده مستر مش لسه انت قايل اني وود معها مصدر برضو تشير الى عادة في الماضي ماشي يا سيدي احنا لو انت ما كنت تشوفت فيديو شرح القاعدة اللي احنا نزلنا بولك قبل ما تشوف التدريبات دي دي نفكر لك بمعلومة مهمة جدا يوز تو مع مصدر ووود بي مع مصدر هم الابنين يشتركوا في حاجة واحدة بس هي اني هم الاثنين ينفعوا يعبروا عن السلوك نمطي متكرر في الماضي حلو كده جميل جدا لكن في فارق شاسع فيما بين الاثنين اللي هي وود ووز تو فارق شاسع جدا فيه اولا وود ما تنفعش تيجي في النفي ولا في السؤال لكن ووز تو تيجي في النفي وتيجي في السؤال حلو كده جميل حاجة تانية ووز تو بي تعبر عن وضع او هيئة او حالة كانت موجودة في الماضي تغيرت في الحاضر انما وود تمثل سلوك متكرر فقط يعني يا مستر يعني مثلا وود مع بي ما اقدرش استخدمها مع حاجة اسمها الافعال التقريرية ايه الافعال التقريرية دي يعني الافعال زي مثلا ذا بتبين وفعل يكون له عبر عن الاله والكينونة الافعال لها علاقة من حد كان عايش في مكانه سابه حد كان بيشتغل في مكانه سابه دي اسمها افعال التقريرية خلاص لكن يوزد تو تنفع في كل هذه الاشياء طيب الكنبة اللي مكانها كان كان مكانها في حجرة المعيشة اتناجلت راحت لحجرة النوم دي فيها فعل تقرير اللي هو فيرب تو بيه خلاص كده يبقى ما ينفعش اجيبه مع وود اجيبه مع يوزد تو ويبقى هو في المصدر كده بقى حالة او وضع او هيئة موجودة في الماضي تغيرت في الحاضر كده يوزد تو هي الوحيدة التي تصلح له كايجابة طيب ليه مستر ما يخدش الماضي المستمر لما يكون فيرب تو بيه فعل اصلي في الجملة لا يمكن استخدامه في حالة استمرار جميل طيب ليه ما يخدش الماضي التامة مستر الماضي التام اللي قدامك ده هو بيقارن بين حدسين حدس كان بعيدا جدا فبنخليه ماضي تام وحدس اقرب بنخليه ماضي بسيط فين الحدسين اللي هو بيقارن بينهم تمام ده الحدسين اللي قدامك دول المختلفين تماما عن بعض مختلفين تماما عن بعض واحد كان موجود في المقارن تغيره في الحاضر بدليل يقول لك ده مضارع ده تعال نروح لي الجملة التانية يقول لك فيها خيار اح oversight لما كان VOIDasa لما كان عندنا مشكلة يا ؟ المعلم بعض لمعلم كان بيقا بيقا بخ Antarج نقول هذا الماضي تام طيب فينهم الزمن الثاني انت بيقارنوا وحظ بيقولn الهلب أن ماض مستمر 뭐 مستمر يعني حدس كان مستمرا في الماضي قطعها اخر لكن ده موجود هذا الموضج المضارع قساطز وانه هو في اشارى الماضي صحيح لما كان بيعط mutually مشكلة المعلم بيساعده فيها وانا ده فعلا متكرر زي ما قلنا ايه عاجة نماضية في الماضي. تاتبوا لك فيها في العام الماضي ايو جاب لك فراغ. انا كزا بجد واجتهاد شديد علشان ايه احصره درجات عالية. طب نقوله دستادي اه حكاية المذاكرة والكلام اللي زي كده مش من الافعال اللي مش من الافعال اللي ينفع اجيبها من عود لان عود بتتكلم في عادة. لكن المذاكرة ده ده اسمه سلوك. في اجتهاد وفي اه كمان فعله تقليل. طيب. ده معنا انه هو بطل يعني كان متعود يزاكر وبطل? لا. كبان هو عايز ماضي بسيط فعله وقع وانتهى وخلصنا? اللي هو ايه السنة اللي عدت. هو اجتهد وزاكر بجد واجتهد في الماضي البسيط علشان يحصل على ايه? على درجات عالية. وهو اصطادي ماضي مستمر طب فين الحدث اللي قطع هذا الماضي المستمر وكان بيزاكر وحاجة قطعت هذه المذاكرة لا. هو هنا هو الجملة تشيئ لماضي بسيط فقط وايه ايجابتنا في جميع رقم ثلاثة. وبديل عليها طبعا كما كلمته لاستهيم. دي بتدل على انه الفعل حدث ماضي واقع وانتهى وخلص. اربعة بولاك فيها. وانو نعمل حاجات فيها نوع من الغباء لان استوى انه غبي. ماشي? ماشي? اول ماما انها تزعل. طيب. ليه ما خلناش احنا قلنا يا شباب. اني اللي هنا في المستمر اللي قطعوا حدث اخر. هي ماما كانت عمالة تزعل 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 وبعد كده ورح خطاها. لا الكلام انه هو طبعا قطأ. ما ينفعش يوز استو. اللي بالك اني الفعل يوز ماشي? بمعنى يستخدم. طيب هنا هو ايه? بيستخدم ايه? فيش الكلام ده هو. بتستخدميه. احنا بتكلم عن اله? ولا عن جهاز? ولا ما فيش الكلام ده? هتقول ده ماضي تام. ولسه من شوية لين الماضي التام? محتاج ماضي بسيط معه. تقول ان الماضي التام الحدث ده بعيد. تقليه ماضي تام? والحدث ده قريب نخليه ماضي بسيط. فيهن الحدثين اللي واحد منهم بعيد خالص. وواحد قريب لا. نهنا هو بيقول احنا مكنا بنعمل حاجة دي ده حدث. ومفاصل تماما عن التاني. بتكلم عنه. كانوا بعملوا حاجات في الشاشة ونروح لي الجملة رقم خمسة وبدأ لك فيها في الماضي. نكمل عم ايه اللي حصل? واحنا ها نكمل لشاطئ البحر على ما في للاجهزات بتاعك. طيب نقول مستمر ولا ماضي مصدر? ولا ماضي او مصدر? ولا بيتكلم عن عادة نمطية في الماضي. نروح لجملة رقم ستة. انت عمتي او خالتي مش تفرق في الترجمة العربي وجايب فراغ مي اجل اصف ملك افري تايم. حلو خالص انو عمته او خالته دي كانت متعودة انها نجيب له بقت لبن كده اول ما يروح يزور. حلو كده. طيب مضارعة بسيط. ازاي مضارعة بسيط? في اشهر الماضي. طيب. 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 ولا. عشان اجيبها شباب. لازم يكون فينا او 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 او. في ابن اقن المجهول مع او 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 قدامك هنا. طيب. هي هات mejorar له العم اهنا و فاعل مش مفعول يبه اخودي. او 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 اendeеня توا مع مصدر اقبار ابن عمه او خاله. لما كان بيظهرهم في ايه بها? لما كان في فضحة مراهقة. طبعا الشرق الماضي واضحة. طبعا بنقول هايوستو بلاي مصدر هنا وفي ديت عشان اجيب مصدر ديت انت عشان دبعان في انا في يعني. ولا ودو المصدر ولا بلاي مصدر مدارع بسيط. ولا اوغوز بلاي انا هاخد ودو المصدر عادة نمطية متكررة. اللي بقول لك كل جمعة. دي ما ده تدل على هذا الشيء متكرر في الماضي. تماني بقول لك انت صحة الناس كانت افضل. ليه عم يقال لك لان اطعامهم كله مالوبة وجاء في فراغ معناها العضو اللي هي الاشكال العضوية. بمعنى ايه? بمعنى ان هي كلها نباتات من مزروعة باستخدام الاسميدة البلدي مش واستخدامة بالاسميدة الكيميائية اللي بيكون فيها اضرار على صحيحها. طيب. يبقى نقول ماشي ماضي بسيط منفي. ولا نقول ماضي بسيط منفي من يوز تو ولا يوز تو في وضعات طبيعي الاسبات ولا مش هيحصل هنا في نافي. هنقول يوز تو كم. تمام كده اجابة في جمع رقم تمانية. ده الشيء كان موجود في الماضي لسف طغير في حاضر لان لعتي الزراعة بتعتمد بكم كبير جدا على الاسميدة الكيميائية مش العضوية زيزم. تسألوا لك فيها قبل ان يتزوج. حلو خاص. ماشي اللي حصل له عمي اوهي اللي كان بيعمله هي كزا. طيب ماشي يقول لك قبل ما يتجوز كان متعود ان هو يروح في اه يركب الدراجة لفترات طويلة جدا ما عزقه في ايام السبت. طيب نقول لها هازجون مضارع تام طيب ازاي بنقول هنا هو في ماضي. طيب الماضي المستمر هو حدث خطأ اخر لا مرضو ما فيش. عندك اللي تمثل عادة نمطية في الماضي وعندك جوز مضارع بسيط. انا هاخد العادة النمطية في الماضي لانه هي اللي تناسب الزمن لانه شغال علي. عشب لك فيها لما كنا زغارين ماشي. احنا لما كنا زغارين احنا كزا مشاهدة افلام الكارتون في ايام الجمعة. تمام. حلو خالص. احنا قلنا الافعال التقريرية مش من الافعال اللي ينفع جيب معها ولا. ينفع جيبها مع يوز دوتوم. يوز تولاف. حاجات اللي هي علاقة بالحق والكراهية. ده مش عادة متكررة في الماضي تغيرت في الحاضر. لا. ده هنا هو. ده مش فعلا يمثل عادة نمطية. لا. ده يمثل وضع وهيئة وحالة كانت موجودة في الماضي. خلاص. كانوا متعودين يحبوا الافلام الكارتون بيشوفوها. يحبوا مشاهدتها في ايام الجمعة تحديدا. طيب الفعلة في المصدر. الجملة مش مضارع عشان كلها اه مصدر او مضارع يعني. ولا اللي هو الحادث كان مستمنا انقطعها في اصلية. الفعل من الافعال ما ينفعش يكون مستمرة. لانه اه زي ما قلنا فعل من الافعال اللي هي بقولوا عليها التقريري يعني عمرا وضعه حالة فما ينفعش يكون في استمرار. اذا شغل لك فيها اشي وقاب لي فراغ وقعد كاي جايب العسف على البيانو في فترة المساء امتباه وينشي ووضو السود لما كانت طالب نقولها بايه نقولها بوود براكتس طبعا ووضو المصدر هي عادة انا بطيئة في الماضي. براكتس مدرم بسيط ووضو براكتس الماضي مستمر وهد براكتس الماضي تابع. انا هاخد ووضو المصدر لانتمسل زي ما ايه عادة متكررة في الماضي. خدنا شغل لك وين قال لما كان طالب هذا الشخص من قال له بقى هي وجايب فرق لحية طويلة عن شورت هير وشعر قصير. حل. يبقى قول ووضو المصدر الفعل هذا هنا هو مش من الافعال اللي انفعتي لي تعبر عن عادة نمطية. ده فعل تقريري. فعل تقريري يعني دامح لانه محتاج لو هجيبه ولو اعلاقة قبل الماضي بفكرة الشيء اللي كان موجوده تغير. ما انت محتاج له يوزدتو ما تنفعش وود اهي يوزدتو اهي يوزدتو لان هاذ فعل تقريب. هز هاد ده مضارع تامل جملة فيها اشارة في الماضي انفع وهاز مضارع بسيط برضو جملة مش تنفع لانفعها اشارة للماضي. خدنا يوزدتو هاذ اجابة في الجملة عن رقم 12 وخلاص احنا فسرناه من السبب فيها. تلتاشر بيقول لك اي بقى انا كزا ذراع اليمنى في حادث من حوادث التزلج ربنا عافينا لما كان عندي 21 سنة. يبقى هو بيتكلم عن حدث وقع وانتهى يبقى الماضي البسيط هو الاجابة الوحيدة الصحيحة للجملة دي. ذراع وكسرة. وخلصنا اقول لك ايه لما كان عندي 21 سنة. يبقى الحدث وقع وانتهى. ليس له علاقة بحادث او وضع او حركات موجودة في المادة غيرت في الحاضر عشان ولا سلوكنا متى عشان نقول لوضو المصدر ولا ماضي مستمر لحدث قطعه اخر عشان نقول. 14. when it was hot in our city? لما كانت الدنيا حرف المدينة بتاعت ماشي. ايه اللي حصل يا عمي? جاي بقى جاي بقى كدو ايه? وفراغته بقى اجمل شوية جوه في الطف في فترة ايه? الصيف تحديدا كل الصيف. فبنقول لها. ماضي مستمر? ولا يوز ترابل الفعل في المصدر اهو? طب هو فيه دينتين هو? ولا وضو المصدر? ولا ترابل في المصدر عشان تمثل مدارع بسيط. انا هاقض وضو المصدر لفكرة السلوك النمطي المتكلمة. 15. when I was younger. لما كنت ازغر شوية ماشي ايه اللي حصل يا عمي? قال فراغ السباحة. وماشي. مع ازلقاء انا كنا ايه بنستمتع به طبعا ايه السباحة. طب نقول ايه خلي بالك ان هو في ووز. بمش تنفع اه. طيب ناخد وضو المصدر ماشي ممكن بس نزبر شوية. وانت التي تدل على الماضي البسيط على الحدس وقع وانتهى وخلصنا مش بتكلم عن عادة نماضية. ولا جول اللي هي مدارع. طب ازاي مدارع ودي عندي ووز. ايه با كده هو الوحيدة الصحية. ود مع مصدر عشان تعبن عن عادة نماضية كانت موجودة في الماضي. في جملة 16. when he was young لما كان سوية شوية اكثر شبابا يعني هي وجاء في فراغ his bike to school العجلة بتاعته الى المداسك. طيب. نقول رايدز. ده مدارع بسيط. طب ازاي بقولك ووز. ووز رايدن. طب هو كان هناك حدث قضعه اخر شيء بماضي مستمر. ولا يوز رايد. ولا هادريدن. هاخد يوز تو مع مصدر. اجابة وحيدة صحيفة جمهورة 16. لانها تمثل عادة كانت موجودة في الماضي. تغيرت في الحاضر او وضع او هيئة كان عليها زمان كان بيروح المدرسة بالعجلة. بس طبعا دلوقتي اكيد الموضوع ده اضايق. سوى اشترك فيها وينوي ويتش الدنيا عندما كنا اطفال ماذر الام باقى كامباني اصلا كامباني هنا بمعنى يستحب اشترك. عندما كنا اطفالا الام كانت بقى جاي بفرق بتستحبهم الى الف عاشوة تقرأ لهم قصة ايه النوم. يعني قبل النوم ازا ما يقولوا عليها. طب نقولها بوود ولا نقولها بووز يوز تو ولا نقولها بووز انت يوز تو ولا ديدنت يوز تو. بصة سيدي. تعال نقول الاجابة مباشرة وهي اجابة واحدة صحيفة. طب ليه مستر? لانها سلوك نمطي متكرر الام لما كانوا اطفال سؤالية كلم ييجون بطلق بتحكي لهم الحكاية? بتروح مع ام لحد مايربحوا للسريل يلا بقى بتحكي الحكاية لحد ما قنا بتحكي hint كنت محتاجة ان يجي وراها جيران. مش موجود. طب ليه ما اخدتش برضو كنت محتاجة ان يجي بعدها. دي حاجة لحاجة التانية انها منفية والجملة بتتكلم في اسبات مش في نافي. طب ليه ما اخدتش لانها غلط اساسا. لان في وجود ما ينفعش الفعل يوز يكون متصرف بالدي زي ما انت شاف كده. وكده تبقى ايه الاجابات اللي احنا نقشناها. الاخطاء واضحة جدا والصواب واضح فيها جدا. نحرج شاشة عشان نخلي جميع رقم 18 هي عنوان او بيقول لك فيها. اه كان شغال سواك. كان كان ساب الحكاية دي خلاص. بطنوهي ايه با? نقول ولا 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 بص يا سيدي. طالما ان هو جايب جايبها في الاسبات قدامك. وحايز يجيب نافي. تطور على الفعل الاصلي اللي هو شغال عليه. هو شغال على مين? هلو كده? طيب ايبا ده في الماضي. حلو? تمام كده? ماشي. وضع وهيئة وحالكة موجودة وضيارة في الحاضر. يبا انت عايز تنفيه هو. عايز نفي للفعل ده اللي هو رجعوا ايه? رجعوا ليه المضارع اللي يناسب الضمير هي. يبا از. طيب ايما فيها تباية تباية انت. خلاص الكلام. نروح جمع رقم 19 في فتح دي الاجهازات. ماما مالها. ماما انها عايز بقول لك ايه. كان بتعمله واجبة حلوة على الفطار. طيب نقولها. طيب فين الماضي البسيط اللي قطعه? ما فيش. مدرع مستمر? انت زي هو بتتكلم عن الاجهازات وبتتكلم عن حاجة كانت موجودة في الماضي. يبقى مش هينفع. اه هي لات تمثل سلوك نمطي في الماضي اجابتنا. هاد ماد ماضي تم. فين الماضي البسيط اللي انت بتقارنه به? مش موجود. عشرين بتقول لك ده. اه حلوة خالص. السؤال واضح جدا هو بادئ بفعل مساعد. وادئة علامة السؤال الموجودة تقول لك ان السؤال ده زمن وقت. ده زمن وماضي بسيط. كمل. وجاء الفراغ. هل هي كزا? انها تبكي كتير لما كانت طفلة صغيرة. طيب نقولها في المصدر اهي? ولا المتصرفة طبعا خطأ. متصرفة ليه? لان ما ينفعش منها. الفعل متصرف. طيب. ازاي تجيب وعندك اللي بتقول ان الفعل يجيب في المصدر طيب. هجاب لك بيه اهي. طيب نقول ليه? الصغير اللي هنا هو بنيتها انت على ايه? طيب ماشي طيب ايه? لأ. مفروض ان عشان يجيب هنا هو يجيب مسلا يعني فين ده هو مش موقع. يبقى هنروح للإيجابة الوحيدة الصحيحة في المصدر مع طوك علشان تديني إيجابة للسؤال رقم عشر. واحد شو مراجئ. لما كان بيشتغل سواك. ماشي. والدي ماله عمي. كان بيرجع العمل كان بيرجع البيت من العمل الساعة سبع مساء. طيب نقول هذا ماضي تام. طيب فين الماضي البسيط. الماشي علشان الماضي التام ده يبقى بعد منه. ده هو بتكلم عن الاب ده كان له معاد بيوصل فيه. ماشي? ما بكلمش عن حكاية حدث ماضي بعيد جدا وحدث اقرب منه. فنقل ليه ماضي بسيط. ازاي مدارع بسيط ازاي في اشارة الماضي. فين امو ازوار اللي هنا هو ما فيش ولا وز ولا ور حتى. يبقى وده هنا بتكلم عن سلوك نمطي. ان هذا الاب كان له معاد بيرجع فيه. اللي هو الساعة سبعة مساء عادة نمطية في الماضي. بوود مع مصدر. حركة الشاشة نخلي قولي رقبني نوعشين هي عنواننا. ويقول لها فيها كان معتادا ان يرسل خطابات لأصدقاء. بطناه لكن دلوقتي بيعمل ايه? خد بالك من بط دي. بطناه هي ايه با ايميلز اه نقول ماضي مستمر ازاي معناه? مضالة بسيط منطقية ومعقولة مضالة مستمر خطأ. ليه? لان هنا هو بتكلم عن هذا كانت موجودة او سلوك نمطي كانت موجود في الماضي او حالة او وضع او هيا كانت موجودة في الماضي. تغيرت في الحاضر بيعيزها مضارع بسيط. مش عايزها مضارع مستمر. مش بتكلم عن حدث باقي علانه ودام عينيك. لا. لو بتكلم عن عادة جديدة بقت موجودة في الحاضر. يبقى انت بتعلمها من المضارع البسيط. تاتة عشين مولاك شو جاء الفراغ? هي كزا. الحد طبعا مفعول به. ايميل تلاتة ايميل في اليوم. لما كان بيباع عندها وقت فراغ طيب. نقول ازاي مضارع مع ماضي هاده. ممكن. تنفع. ازاي مضارع بسيط ازاي هنجيبه مع ماضي. طيب الماضي مستمر فين الحدث اللي قطعه. يبقى مع مصدر هيريجاج بتاعتنا عادة نمطية كانت موجودة في الماضي. اربعة شي اقول لك فيها. خدر بحتدي. بيتكلم عن الشهر اللي عد فقط. يبقى بيتكلم عن الماضي البسيط وبس. الشيء بيقول ايه هو انا كنت بروح للجيم. عدد الشهر اللي عد بس. مش بتكلم عن عادة كان بيعملها لسنوات طويلة في الماضي او لفترة مسلا ما كان صغير او 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 او. عشان نقول ان هي عادة نمطية في الماضي فتقول لي وود والمصدر. تمام? ولا حتى يوزد تو المصدر. لا. هو بتكلم عن حدث وقع وانتهى. فخلناها ماضي بسيط وفقط. طبعا الماضي المستمر مش انفى لان ما فيش حدث قطعها. كمسة وعشرين بيقول لعامل ماضي? شي هي ماشي. غسالة اطباق. لأول مرة. وقررت. وقررت انها مترجعش تاني تغسل ايه? الطباج بيديها. يبقى برضو حدث وقع في الماضي وانتهى. هنا بمعنى استخدمت. استخدمت هي الشهر السنة اللي عدت استخدمت الغسالة بتاعت الاطباق. كانت اول مرة تجيبها. طبعا فقال لك بس خلاص. كده ما فيش رجوع تاني للغسيل اليها. طب ليه ما قلناش مش بتكلم عن وضع وهي كانت موجودة في الماضي تغيرت في الحاضر. بالعكس. بالعكس ده بقول لك ايه هي قررت انها ما ترجعش تاني دي الموضوع ده هو. خلاص. مش بتكلم عن عادة نمطي لاقب. خلي اللي بات من حتة دي. هو مش بتكلم عن عادة نمطية انها استخدمت الغسالة. لا. بالعكس اول مرة. يبقى حاجة فعلا واقع وانتهى وخلاص. مش بتكلم. فانحنا مش بتكلم في سوق نمط المتكرر. خالص. خالص ابدا. الاستمرارية في الماضي مش موجودة. ونروح لجملة عقب ستا وعشرين. يقول لك فيها. جايب فراغ. بعد كده جايب. ولكن الان العكس اللي اللفظ. اه. يبقى نقول ولا 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 انا هاخد الله. يبقى ما خدش ليه احنا قلنا شباب ان ما تنفعش مع الافعال التقريرية اللي هتعبل عن وضع او حال او هيئة. الحب والكرهية او الحاجات ازا كده دي افعال تقريرية ما تنفعش تيجي مع طبعا المضارة بسيط بعيد اساسا عن دائرة الاختيار اللي هي الاستمرارية انه هو موضوع والحب والكرهية ما ينفعش يكون في شكل استمراري. سبعة عشرين بقولك فيها اخوية دايما احنا لسه مش عارفين ايه دايما دي جايب فراغ مي. هنا بقى اتكشفت الحكاية. هنا تدل على الماضي بحداث وقع في الماضي وانتهى. يبقى اخو ساعده. طيب ليه مستدخليتها ماضي بسيط فقط وما خدتش مسلا تدولي هتدل على وضعها في الماضي ولا حتى ولا طبعا اولا مش انفع معايا لاني خدت واحدة دي اساسا اللي جابها لخيرا ما هي تأساسة. نبدأ نحكي بقى ليه مليفعيدش ولا حتى اود. خد بالك ان لما يكون عندك جملة فيها الرابط اند بيقول عليه طبعا باللغة الانجليزية. الرابط اند بيكون زمن الفعل اللي وراه يناسب زمن الفعل اللي جاب له وفيه. يعني ايه وفيه يعني في نفس الزمن. طب جيفن هوا ماضي بسيط. يبقى مع ايه? معناها ماضي بسيط. ليه ماخدش ومش بتكلم عن وضعه حالة كانت موجودة في الماضي بطلت في الحاضر. ما جايبش هو هنا ما يدل على ده. ولا سلوك نمط متقرر عشان تقوله. طبعا ايه وش يملك فيها زير وجهة في فراغ. كزا كلمة زير بمعنى يوجد. باش معناها تسهيلات او تيسارات كافية للناس المحلين اهل المكان يعني. بطنوى لكن الان دلوقتي فيه يبقى ده معنا انه ما كانش موجود زمان. يبقى دير يوز تو بي. وراها في المصدر زي ما انت شايف. وبيكمل. خلاص كده. يبقى زير لم يكن هناك ما كانش من المعتاد انه يبقى موجود. تمام? طيب. يوز تو خلاص. بقت منطقية انها ما تنفعش انها تناقل معنا الجملة في الطرف الاخر. ووت زيها لانا بجي تكلم عن ايه? عن آآ آآ سلوك متكرر ولا حاجة لها ده انا بكلم عن ايه? عن وضع او حالة او حالة. طيب ليه مخدتش ومش بتكلم عن ملكية هنا? وبتكلم عن وجود شيء لم تكن هناك. مكانش موجود. مش بيقول ملكية ولا حاجة لها علاقة بالملكية. تسعة وشين لما كنت طالب ماشي. انا دايما كنت منهي. بخلص واجه بتاع. وبعد كده ايه بقى? يبقى انت كده هو عايز ايه? كمل زي ما انت. شوف ازا ما انت شغل عليه. ووز ماضي بسيط. ماشي فنش ده ماضي بسيط. بعد كده ان ديبقى انت احنا برضو محتاجه ماضي بسيط. مجموعة افعال بيعملها مع بعضها. لما كنت ايه? في مرحلة الدراسة لما كنت طالب ها? كنت دايما نخلص الواجب بتاعي وتفرج على التلفزيون كلهم في الماضي. طيب مش بتكلم عن عادة. او وضع او حال او ده غاية. لا مش بتكلم عندها. ده مصدر يعني مضارع بسيط ازاي الجملة مليانة ماضي. ده جبتوا قناعنا على ايه? فين ام وازو اره لقدام ولا اوازو ولا مان عشان تجيب انت مفيش. يبقى هنا هو الماضي البسيط هو السيارة الوحيدة السريعة. نحرك الشاشة مرة كمان عشان الجملة تلاتين تظهر كويس خالص هي اختياراتها كلها. يقول لك فيها خد بالك. جملة من اللي جايين غلط. جملة غلط خطأ. يعني ده معنا ان في تلات صياغات او تلات جمل صحيحة وجملة غلط. طلع لي الغلط. الجملة الغلط هتقول لي دي غلط حشاعة. نجي شوف. عندما كنت صغيرين لو تلاحظ ان البداية واحدة في الاربع جمل في حكاية عندما كنت صغيرين. المشكلة هنا. كنت متعود اعمل حيال في اصدقاء زملائي وشو الفصل. جملة سليمة. طيب. ماشي حدث واقعه انتهى في الماضي برضو تنفع. ماشي سلوك نمطي متكرر في الماضي برضو تنفع. اروح لي بعدها. اه كنت بلعب في شكل استمرارية في الماضي ماضي مستمر. طفين الحدث اللي قطعوا. يعني كنت ما اعمل حيالة على اصدقاء. فين اللي هيكمل? طبعا قطع. بالاضافة ان نخلي بالك ان الجملة حتى نسي يعمل لها هنا. لو خدناها فكرة هتلاقي ان مفروض ان جملة يكون فيها في الحد دي. اه مفروض هنا. نعمل طولك كده علامة عليها. اهي. مفروض هنا يكون فيه والجملة ما فيها. احنا مش مكلم في بس بنكلم في فالجرامر هنا هو الجملة واضي شكل ماضي مستمر. لا ازاي ماضي مستمر? وانت بتتكلم هو في حدث قطعه اخر. لا يوجد هذا. يبقى الجملة في الحرف دي هي اللي خطأ. وبالتالي هنحط عليه هي علامة نقول لك لا يا عم حوش الجملة دية. الجملة دي غلط ايبا تحوشها ما تنزم لاش. كده شبابكم ننتهى. تدريب الجرامر اللي كان جاي على الدرس تلاتة او اربعة من واحدة عشرة. لكن تدريباتنا معك لم تنتهي بعد. ان شاء الله انتظرنا في المزيد. مع معلم خبير اللغة الانزية مسلوسة عزت. السلام عليكم وحظة وبركاته.